من جانبي أكد تيتي أنطوني وزير الخارجية الأنجولية أهمية المائدة المستديرة لبحث فرص الاستثمار وفتح أفاق جديدة للعلاقات بين البلدين وقال كانيويا أواني مدير البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد قال إن مصر وأنجولة يعملون على خلق أرضية مشاركة بين رجال الأعمال المصريين والأنجوليين لجذب الاستثمارات المصرية في مختلف القطاعات أهمية هذا المؤتمر أننا نفتح أفاق جديدة للعلاقات بين مصر وأنجولة وخصوصا لجذب الاستثمار والمستثمرين المصريين إلينا العام والخاص وقد قمنا بالفعل على الإصلاحات الاقتصادية والسياسية وهو ما يؤهل المناخ المناسب للاستثمار ومن الأهداف الرئيسية بالطبع هو التأكيد على التعاون المشترك بين البلدين خصوصا في ذل العلاقات المصرية الأنجولية الجيدة بين الرئيسين ما نحتاج له الآن هو إنشاء ميكانيكية خاصة لتدعيم العلاقات السياسية القوية بين البلدين في الحقيقة أن مصر وأنجولة يعملان على توطيد العلاقات الاقتصادية والسياسية وما نحاول أن نفعله هو أن نستغل فرصة زيارة وزير الخارجية الأنجولي لمصر من أجل أن نخلق أرضية مشتركة بين رجال الأعمال المصريين والأنجوليين فأنجولة تحاول أن تكذب الاستثمارات المصرية في مختلف القطاعات مثل الزراعة والنقل والتجارة والصناعة والغاز والبترول وغيرها ونحن هنا أمام فرصة هامة لرؤية كيفية تطبيق هذا التعاون